موسيقى السلام عليكم أحباب المشاهدين الكرام سعداء بتجديد لقياكم في حلقة جديدة أخرى من برنامجكم الأسبوع في ظلال الإسلام يقول حق سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها نعم نذهب بعيدا إلى جنة الخلد ثم نعود إلى الأرض لنعيش فيها الله سبحانه وتعالى إذا تجل بنوره على أهل الجنة يقول أهل العلم لو حجب نور الله على أهل الجنة ما راقت لهم فيها الحياة ولو ساعة واحدة فالنعيم كل النعيم في رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى أما في الدنيا يجب أن يلحظ الإنسان هذا النعيم وهذا النور يلحظه في نور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحظه في نور كتاب الله تبارك وتعالى يلحظه كذلك في نور الملائكة فإذا لم نهتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب ويسمى نور فإنه ليس لنا نور لنتبين هذا نصدف لكم فضيلة العالم الجليل الشاب الدكتور محمد مهدي منصور وهو أستاذ باحث في الفكر الإسلامي وعلم التصوف خطيب مسجد الزاوية العلوية بحي كاليفورنيا بمدينة ستار البيضاء أهلا بك أستاذ الكريم تحية طيبة أستاذ الكريم ويومكم منور بإذن الله في هذه الحلقة أستاذي سوف نتبين هذا النور الرباني الذي يصطع يوم القيامة حينما تكور الشمس وتندثر النجوم وكذا لا يبقى إلا نور الله تبارك وتعالى وكيف كما صدرت هذه الحلقة هذا النور هو الذي يشعر أهل جنة بالنعيم أول شيء يعني نور في الآخرة قبل أن نتبينه كيف يصطع في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه شكر الله لك أستاذ الكريم هذا الفهم الدقيق وهذا البعد لهذه الآية وهذا هو منهج العارفين الذين يتناولون هذه الآيات بفهم دقيق رقيق وينظرون في أبعادها ويستجلبون أنوار الآخرة في الدنيا قبل الآخرة وأشرقت الأرض بنور ربها يوم القيامة يصطع النور الأكبر الأعظم ويكون ذاك التجلي الكبير ويخفت كل نور حتى يبقى نور الله تبارك وتعالى هو الساطع فهناك تتجلى الحقيقة والكل يفهم أن النور الحقيقي هو نور الله تبارك وتعالى لكن هنا في الدنيا هل لمحت هذا النور هل عشت مع هذا النور هل تنورت حياتك ومسيرتك بهذا النور فكنت من أهل الصرور والبهجة والحبور بهذا النور الرباني الذي اليوم ربما يحجب عنه الإنسان بفعل المادية بفعل الشهوات بفعل النزوات بفعل الغفلة عن الله تبارك وتعالى لذلك نور الله في الدنيا لا يرى إلا بنور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لا يمكن أن يرى النور إلا بنور آخر وهذا النور يلتمس من مصادر عديدة ذكرتم بعضها كنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهذه النوراني كنور القرآن الكريم كنور الملائكة هذه السبلة التي توصلك إلى النور ما دمت في هذه الأرض في الآخرة يأتي النداء العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لكن هل لمحت هذا الملك هنا وأنت في الدنيا وارتبطت بالملك القهار هنا في هذه الدنيا فنحتاج إلى أنوار توصلنا إلى هذا النور لا يمكن للإنسان أن يعيش مع هذا النور في الدنيا إلا إذا سلم أمره لله فأول خطوات الالتماث أنوار الله في الدنيا أن تسلم أمرك لله معنى التسليم هنا أن تسقط تدبيرك وتختار تدبير الله تبارك وتعالى تقوم بالأسباب وتسلم الأمور لمسبب الأسباب لذلك حكيم الصوفية سيد بن عطاء الله له كتاب عظيم في هذا المعنى سماه التنوير في إسقاط التدبير الله أكبر حتى تسقط التدبير تحتاج إلى نور يقدف في قلبك وإلا لا يمكنك أن تسلم أمورك لله تبارك وتعالى لأن إسقاط التدبير ولأن التخلي هذه المحطة من محطات التربية والتربية تخلي وتحلي ليحصل التجلي فتتخلى عن شهود نفسك وعن إرادتك وتتحلى بطاقة التسليم فيتجلى عليك النور هذا النور الذي نتحدث عنه النور لا يرى كذلك إلا إذا كنت من الذاكرين لأن الذكر نور لا في شك حينما تذكر الله تتذكر الله ما هي تمراته الذكر؟ أنت تذكر أنك عبد لله تبارك وتعالى فإذا حصل لك هذا التذكر تنور قلبك وانفتحت بصيرتك فتشهد النور لأن النور لا يرى بهذه العين هذه العين ترى نور الشمس ترى نور الأجهزة المنورة لكن نور الله يرى بقلب المؤمن قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين إذا نحتاج إلى نور يرين النور قال ربنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا بذكر الله فصار لهم قلب منور سيدنا مصعى بن عمير مبصرون بقلوبهم يعني نور البصيرة نور البصيرة هذا هو النور الذي يلحظ النور الرباني سيدنا مصعى بن عمير كان من هذه العين التي كان لها هذا النور القلبي بشهادة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم رأاه يوما مقبلا فقال انظروا هذا رجل قد نور الله قلبه لماذا؟ لأن سيدنا مصعى بن عمير كان في طرف وكان في حياة هنئة فلما دخل في الإسلام حرم كل ذلك وآثر الحياة الأخروية وسلم أموره لله وتخلى وعاش حياة التسليم وزهد في الدنيا وفي الطرف وفي العيش وكان مدللا وكان في غاية الطرف في قومه فترك كل ذلك وتعلق بالله نتيجة نور الله قلبه بشهادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى الله عليه يمكن قول سيدة الفاضل سيدة محمد منصور أن تسليم لأمر الله تبارك وتعالى لحسن تدبيره وأننا نعرف أن كل ما فعل ربنا خيرا ربما لا نراه في الوقت الحالي لكن كما قال رسول الله يسلم لو طلعتم على ما في الغيب لعلمتم أن ما فعل بكم ربكم خيرا هنا سؤال ربما يطرحوا السادة المشاهدين الكرام كيفاش يمكنني نكون في هذا الحال ديال التسليم مع هذه الإحباطات الدنيوية مع الجاري وراء المادة الجاري وراء المعيشة وكذا والخوف من الرزق وأمور كثيرة والخوف من المرض والخوف على أولادي الحزن على الماضي إذن كيفاش يستتب هذا النور بحل ما نقوله وصفة لأهل الله هما أطباء القلوب نعم نحتاج إلى طاقة اليقين طاقة اليقين عبر عنها من ذكرتم شعره فقال يناجي قلبه ويخاطب قلبه يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع ماذا في علم الله والخير في الواقع تدبيرك ما يسواش عن تدبيرك دعني هذا المعنى هو ليطمئن القلب تفهم أن ما أريد هذا دبرت له وأنا خططت له فلم يحصل حصل غير ذلك هذا تدبير من؟ تدبير الكريم الجليل هو اللي عرف وهو يحبني خلقني وأحبني وأراد لي خيري فأنا الآن أقارن بين ماذا وماذا بين اختياري واختياري له أنا قد أختار لنفسي ما فيه هلاكي ما فيه ضماري ما فيه الشر الذي سيعود عليه كمن إنسان ضبر لكي يقع له ما يقع والآخر ترك أمره لله مسلما أمره لله فيعيش مع جمال تدبير الله له كيف نقارن ما أراده الله مع إرادتنا نحن؟ هو يريد لنا سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما يريد ويقين على أنه سيريد لنا ما فيه الخير فنحتاج إلى هذا اليقين في قلوبنا إبراهيم بن أدهم كان يوما في سفينة مع أصحاب له فهاج البحر وصارت السفينة تموج وأوشكوا على الهلاك التفتوا إلى سيدنا إبراهيم بن أدهم وجدوه قد غطى رأسه واتكأ في غاية الارتياح نعنه بين يدي الرب سبحانه وجل فعلا فقال له كيف أنت على هذا الحال ونحن في هذه الحاجة ونحن في هذا البلاء ونحن في هذه الشدة قال والله ما هذه شدة إنما الشدة الحاجة إلى الناس أما إذا احتجت إلى رب الناس فأنت في خير كبير القليل منه ينفع وقليلك لا يقال له قليل إذا ما علمت ذلك سرت تطلب من الله التيسيرة والتأسيرة يكفي أن يتذوق الإنسان طعم حلوة الإيمان وبذلك يمكن أن يرتقي بروحه بكذلك عقله ونفسه إلى طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وهو نوع من استفاء روحاني نعم كما ذكرتم وهذا إشراق آخر هو من معاني هذه الآية وأشرقت الأرض بنور ربها حينما تشرق أرض القلوب بأنوار الحبيب المحبوب هنا أتذكر دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سمع أحد الصحابة يطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلبه نورا وقبره نورا وبصره وسمعه بين يديه وعن شماله وعن يساره نورا ويجعل له نورا ويجعل له نورا وهذا الدعاء يجب أن نتبناه يوميا لأن فعلا دعاء رسول صلى الله عليه وسلم بكون أنه يعترف بنور ربي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نور ويطلب النور المزيد من النور هؤلاء القوم رضي الله عنهم الذين ذكرتم هؤلاء نور الله قلوبهم وسرائرهم وغشيتهم هذه الأنوار عن يمينهم عن شمالهم من بين أيديهم ومن خلفهم فصاروا ينظرون بنور الله ويلتمسون نور الله من مصادر هذا النور أولها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرتم هو كان نورا صلى الله عليه وسلم نور أهل التفسير هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبالغ إذا قلنا رسول الله نور هذا ليس بالمدح أو بالمبالغة هذا حدي حقيقة بحث الصحابة عن ظل رسول الله لم يجدوا له ظلا لأنه كان نورا صلى الله عليه وسلم هو قال عليه الصلاة والسلام رأت أمي حين وضعتني نورا خرج منها أضاءت له قصور بصراء هو قبض بالنور قال لها كوني محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه هو تجل النور رباني في هذه الأرض نوره صلى الله عليه وسلم متجلي تجلي حسي يعني صحابة الكرام قال بعضهم كنت أرى في ليلتنا رسول الله وأرى القمر ليلة إضحيان ليلة فيها القمر منور الأمر أكبر من تجليات النور التي نراها قال فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل وأبهى وأنور من القمر فرسول الله نور وكتاب الله نور ومن تعلق بهذه الأنوار كان من أهل النور فيتنور قلبه وتصبح له تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيصبح له تلك النظرة النورانية التي يرى بها حقيقة الأشياء فعلا لما نرى حكمة أحد الصالحين الشيخ بن عطاء الله السكنداري ربما منعك فأعطاك ربما أعطاك فمنعك في كثير من الأحيان المنع يكون في حد ذاته عطاء والعكس الصحيح هذو اللي هما ضاقوا وعرفوا حلوة الإيمان واللي عرفوا يعني كنا العقيدة الإسلامية وكذلك فهموا عن الله تبارك وتعالى هذا الفهم يعني من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا كنا نعرفه السادة علماء يعني قرويين وكذا تقرأوا في الكتب لكن تمشيوا عند واحد عارف بالله الشيخ تفسر لهم حاجة اللي ما كيناش في الكتب تماما تماما يعني هؤلاء الذي يعني رجال كبار كان لهم حظ من أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمية نبي صلى الله عليه وسلم تشريف تشريف وتكريم كم من أمي علم العلماء حفظ القرآن بالسماع حفظ القرآن بالسماع إذا ما تحدث في آيات أبهرك بما فيها من معاني مع أن هذه الأمور هذه الأمور لا توجد في الصطور توجد عند أهل الصدور ما عندهم شهادة الدكتورة في الدراسة الإسلام ما عندهم الدكتورة الفخرية نعم عندهم اتصال بالحضر الربان يجعل لهم هذا الخير وهذا النور لأنهم فتحوا قلوبهم وكان الصوفي الكبير الشهير جلال دين الرومي يقول النور يدخل إلى البيت على قدر انفتاح النافذة فهؤلاء فتحوا قلوبهم والعطايا الربانية والأنوار موجودة تستع دائما ولا تنقطع افتح قلبك يدخل النور إلى قلبك فتح الله وعليك سيدي الأستاذ الفاضل الدكتور محمد مهدي منصور فتح العارفين يا رب ونورك بنور من عندي يا ربي ونورنا جميعا وستاذ المشاهدين جمعا بنور الإلهي ويفتح علينا البصيرة لنعلم فين خيرنا وفين شرنا ونسعى إلى الرضا بقضائه وقدره ونتوجه إلى المزيد من السلوك إلى طريق الصالحين العارفين والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته دمتم في وديعة الله وآمانه وحفظه